السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من مادة التربية الإسلامية بالصف الخامس الفصل الأول سنتتطرق الآن إلى الدرس الثاني من الوحدة الثانية والذي بعنوان الله الخالق المالك أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حد فيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد صفحة 28 سنقوم بداية بقراءة بعض الآيات القرآنية الموجودة في الكتاب ومن ثم سنستنتج من هذه النصوص العبر والعيزات الموجودة فيها بداية ثالثا قال تعالى وذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ثانيا قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ثالثا قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج نستنتج من هذه النصوص بعد قراءتها أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك الذي أوجد وخلق كل شيء ومالكه فهو الذي أوجدنا وخلق كل ما في هذا الكون وأبدعه في أحسن الصورة وهو المالك المتصرف لهذا الكون وبكل مخلوقاته والمستحق وحده للعبادة نستنتج من هذه المقولة أن الله سبحانه وتعالى اسمه هنا الخالق المالك واسمين من أسم الله سبحانه وتعالى وهو من خلق كل شيء وهو الذي أوجدنا وخلق كل ما في هذا الكون وأبدعه في أحسن الصورة وهو المتصرف به وبكل مخلوقاته والمستحق وحده للعبادة أي أن من يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى ثانيا وجوب التفكر والتأمل في إبداع خلق الله تعالى وعظمته وقدرته كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يتعبد ويتأمل في غار حراء معناها أنه إحنا لازم نتفكر ونتأمل في إبداع الله سبحانه وتعالى وفي خلقه وفي عظمته كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد في غار حراء وكان يتأمل في قدرة الله وعظمته ثالثا أن هذا الكون المنظم وما فيه من أرض وسماء ونجوم وكواكب كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك والذي أحسن كل شيء خلقه نحن عندما ننظر إلى الأرض كيف هي مسطحة والجبال كيف هي عالية ولها قمم والسماء كيف هي ذات الغيوم الجميلة وتكون صافية أيضا والنجوم عندما تكون متلألئة في السماء في الليل والكواكب المنيرة كل هذا يدل على الله الخالق المالك لكل شيء انتهينا من شرح الدارس فيوجد لنا هنا إضاءة صفحة 29 نردد معا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لافتة أنا مسلم أتفكر في مخلوقات الله وإبداعه أي أنا باتجاهي كأني أنا مسلم باتجاهي وأنا مسلم لازم لازم أني أنظر في مخلوقات الله وأتأمل في إبداع الله سبحانه وتعالى وأستغفر وأشكره انتهينا من شرح الدارس وتعرفنا على آيات قرآنية وقمنا بشرحها شرحا تفصيليا وما تضمنت هذه الآيات من حكم وعبر وتعرفنا عليها وانتهينا من تفصيل الدارس وسننتقل الآن إلى حل التقويم صفحة 30 أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي ألف النظر والتفكر في الكون يدلنا على الخالق المالك هل النظر والتفكر في الكون يدل على الخالق المالك؟ صح با يتحكم الإنسان في حركة الكواكب والنجوم هل هذا صحيح؟ خطأ الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم بالكواكب والنجوم جيم انتظام حركة النجوم والكواكب يدل على وجود خالق مبدع هل هذا صحيح؟ أن الكواكب والنجوم لما تمشي في حركة منتظمة يدل على وجود خالق مبدع؟ نعم الإجابة صحيحة السؤال الثاني أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي المتصرف بكل مخلوقاته والمستحق وحده للعبادة هو تعريف لإسم المهيمن ولا القادر ولا الخالق ولا المالك هو تعريف لإسم المالك ثانيا كان رسول صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى غار حراء قبل نزول الوحي بهدف لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى غار حراء؟ تحدثنا عنها قبل قليل ألف هل التفكر والتأمل في إبداع خلق الله؟ با أم العزلة عن الناس اتقاء مشكلاتهم؟ جيم أم تلاوة القرآن الكريم وحفظه؟ دال أم دعوة الناس للإسلام؟ الإجابة الصحيحة هي ألف التفكر والتأمل في إبداع خلق الله سبحانه وتعالى ننتقل إلى السؤال الثالث وجود نظام دقيق للكون يدل على أن الله سبحانه وتعالى ألف الجبار المتكبر الإجابة هي الخالق المالك با ننتقل إلى السؤال الثالث استنتج معنى اسم الله الخالق المالك ما هو معنى الله الخالق المالك؟ معناها أن الله الخالق الموجد للأشياء المبدع المخترع على غير مثال سابق والمالك المتصرف بكل شيء معناها أن الله مبدع ومخترع من غير مثال سابق يعني أنه لا يوجد مثال سابق لهذا الشيء الذي أبدعه والمالك هو المتصرف بكل شيء وهو من يملكه السؤال الرابع وعلل لماذا ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء قبل البعثة؟ لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء قبل البعثة؟ إجابة هي للتفكر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وعظمته كان يذهب إلى غار حراء لماذا؟ حتى يتفكر ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وفي عظمته الله سبحانه وتعالى السؤال الخامس ما واجبي نحو الله الخالق المبدع؟ أنا كإنسان مسلم إيش واجبي؟ تجاه الله سبحانه وتعالى اللي خلقني واللي ملك كل إشه لازم إني إيش؟ أولا أن أعبده أن أعبد الله سبحانه وتعالى يعني أصلي أصوم أتصدق أسكي ثانيا ألتزم أوامره يعني أقوم ألتزم وألتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى جميعها وما يأمرني بها ثلاثة أجتنب نواهيه يعني كل منكر الله نهان عنه أنه إحنا نفعله بنجتنبه وما بنعمله السؤال السادس والأخير أستنتج إسما من أسماء الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين معنا الآية أنه الله أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين معروف الإنسان من إيش مخلوق الإنسان مخلوق من طين نستنتج من هذه الآية ماذا نستنتج؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك لا يوجد خالق سوى الله ولا يوجد مالك سوى الله سبحانه وتعالى أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد